شدد وزير الخارجية الأمريكي أنطاني بلينكين على تصميم بلاده على التوصل لاتفاق لهدنة في قطاع غزة يفضي إلى الإفراج عن المحتجزين والأسرى وخلال لقائه الرئيس الإسرائيلي في تل أبيب شدد بلينكين على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة ويبحث بلينكين خلال جولته السابعة في المنطقة منذ 7 أكتوبر الماضي سبل وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإنجاز اتفاق هدنة في القطاع